أشير لأمر خادم حرم الشرفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعارا آخر ونؤكد على استمرار الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة في تنفيذ مهامها لفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية لمنع التجول بالمدن والمحافظات خلال الأوقات المحددة ومنع التنقل بين الملاطق ولهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من سبيل قطاعات الحيوية كذلك العاملين في الأنشطة المستثناء من منع التجول فقد بادرت وزارة الداخلية بتحديد نماذج تصاريح التنقل خلال فترة الحضر للفئات المستثناء من تعليمات منع التجول حيث تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة ومرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية الضرورية والملحة حصولهم عليها وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية وفيما يتعلق بالموظفين والعامل الذين يتتقلون بالحافلات المخصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا تجاوز 50% من حمولة الحافلة ورقم اللوحة ومسار النقل وأيام العمل وأوقاتها بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالإشتاءات الصحية اللازمة وستم بدء العمل بذلك في مدينة الرياض كمرحلة أولى اعتباره من الساعة الثالثة من ظهر يوم غدن الاثنين الموافق 28441 وسيتم ضد كل من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة الخاصة بمنع التجول والذي تم لعلانها سابقا وهي الغرامة بعشر آلاف ريال المرة الأولى وتضاعف المرة الثانية والمرة الثالثة السجن بما لا يزيد عن عشرين يوما ووضح أن الجهات الأمنية ضبطت عدد المخالفات لتعليمات منع التجول وجرى اتخاذ الجرات النظامية بحق مرتكبها إضافة إلى قاف مخالفين نظام مكافح جرام معلوماتية الذي ثبت قيامهم بنشر مخالفاتهم لقرارات وتعليمات منع التجول عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ الجرات النظامية بشأنهم نؤكد أنها تصرفات فردية ولا تعكس مستوى العام والعالي إذا ظهره المواطن المقيم بالتزامهم كافة بكافة الجرات الصحية الاحترازية وفي مواجهة جائحة كورونا